تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن استشهاد عسكريين اثنين من ضباط قوة دفاع البحرين من المشاركين في الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وشهدائهم الشهيد النقيب أحمد محمد أمين الشهيد النقيب مبارك سعد الرمحي وقد جرى استشهادهم خلال حادث بالحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية وتتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلات الشهداء داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصدقين والأبرار ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وسائلة الله تعالى الشفاء العاجل للذين تعرضوا لإصابات من رجال قوات دفاع البحرين أثناء ذلك الحادث الأليم إنا لله وإنا إليه راجعون